طبعا النادي الاهلي بعد الفوز بالامس على طلاق الجيش والمواجهة الصعبة جدا مع منافس اعتدنا منه على ندية في الفترة الاخيرة النادي الاهلي بلغة الكورة ركب الدوري النادي الاهلي اربع انتصارات متتالية اتناشر نقطة العلامة الكاملة بداية جيدة جدا للمدير الفني مارسل قولر بالتأكيد هنكون فيه توقفات عند المستوى الفني وبعض اللقطات الفنية في المباراة ولكن خلينا نقول ان كان فيه اختبار مهم جدا نجح فيه مارسل قولر ايه هو الاختبار؟ انت عادة بتاخد وقت طويل على ما تقدر تقيم المدير الفني بشكل كبير جدا لكن البدايات البدايات مبشرة مبشرة في توظيف بعض اللاعبين في بعض السلبيات اكيد لكن اجابيات موجودة ان انت تعبر دور الـ 32 ان انت تعبر موجهة المقولين حتى انت بتعمل روتيشن بشكل كبير جدا وبتراه حدد كبير جدا من اللاعبين ان انت تحقق العلامة الكاملة في الدوري ان انت تحقق بطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك كل دي مؤشرات ايجابية وكل دي نجحات حققها مارسل قولر بالتأكيد وصدارة الدوري احد اهم هذين نجحات لكن انت المباراة وتحديدا فوراة طلعي جيشكنت اول مرة تخرج الشوت الاول متأخر في النتيجة في عهد مارسل قولر فالتعامل كان ازاي الشوت الاول اللاعبة اللي مش في حالتها وبتلعب امام منافس يعني بيجيد التكتلات الدفاعية ونتاجك الاخيرة معها مش احسن حاجة وبتنزل الشوت التاني تلاقي لعبتك فيها بعض اللاعبين اللي كانوا مستوام عليه لم تستفهم فيه استفاقه شوية بتقدر ترجع بهدف واثنين وبتعمل رومونتادة ده اختبار جديد من نوعه في مرحلة مارسل قولر مع النادي الاهلي انه يكون متأخر ويعود للنتيجة عندنا لسه اختبارات كتيرة جدا مع فرق كبيرة في افراقيا مع دور المجموعات مع التعامل مع برات النوك قوت مع التعامل مع المباراة خارج ملعبك كل دي اختبارات بنمر بيها والموديل الفني بيكتسب ثقة الجماهير مع كل اختبار بيتخطي